أهلا بكم في حلقة جديدة من X-Ray طبعا كلنا بنحب المخللات مفيش وجبة من كلها من غير مخلل هي جميلة وبتفتح الشهية لكن الإكسار منها بيؤدي إلى بعض المشاكل النهاردة نتكلم عن واحدة من هذه المشاكل وهي حصوات الكلة وسعدنا يكون معنا دكتور سامح عرفة استشاري المسالك البولية دكتور سامح أهلا بك معنا دكتور سامح هل تكوين الحصوات بيعتمد فقط على نوع الطعام ولا هناك أسباب وعامل أخرى بتساعد في تكوين الحصوات بسم الله الرحمن الرحيم وموضوع الحصوات دي حاجة طبعا الحاجات الشائعة جدا جدا في أمراض المسالك البولية وهي لها أسباب كتير يعني مش شرط بس مجرد طبيعة الغذاء ولكن هي لها أسباب كتير رقم واحد فيه هنقول زي ما حضرتك كده طبيعة اللايفستايل أو الضيت نفسها ممكن يقالها دور يعني الإكسار من زيادة السوديم في الأكل اللي هو زي ملح الطعام مثلا ده بيؤدي أو بيساعد على تكوين بعض الحصوات النقطة التانية العادات نفسها اللي تشور بالسويل ممكن العمل في أماكن فيها ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نسبة التعرق فده أو العرق فده بيقلل نسبة البول وبالتالي بيزيد من تركيز العناصر فبالتالي تكوين حصوات عندي أسباب أخرى تانية إن في بعض النسبة تتناول بعض الأدوية قد تؤدي هذه الأدوية إلى تكوين حصوات دي الأسباب اللي ممكن نقول إن هي أكتر أسباب يعني شائعة الأسباب الشائعة بالنسبة لنا لكده في أسباب أخرى نادرة مثلا اللي هو ممكن يكون عيان عنده فورين بوضي فيه إحنا بفيه بعض المهاردة مثلا أحيانا بنعملوا عمليات والرقلهم حاجة اسمها دعامة الدعامة دي لو تخطط الوقت أو المدى المحدد لها أحيانا هي نفسها بترصب على حصوات يعني أسباب مختلفة لتكوين الحصوات من ضمنها الأطعمة سبب إلى حد ما يعتبر يعني مؤثر في تكوين الحصوات في حالة وجود هذه الحصوات إيه الأعراض اللي بتظهر على المريض والله إحادتك هو العرض بيظهر على المريض تابعا لي عوامل متعددة بالنسبة للحصوة وهي أولها مكان الحصوة حجمها الكسافة بتاعتها بمعنى يعني أنا قدامي مكينة الوقتي بيرسم لي الجهاز البولي اللي بيتكون من كليتين حالبين المسانة ومجرى الجول الأمامي ده موجود فبعض الحصوات أنا الكلية عندي مقسمة إلى من جوة حاجة اسمها الكاليسس أو الكاسات وفي حوض الكلة وفي الحالب في بعض الحصوات بتؤدي إلى يجي المريض يشتكل من ألم فقط هذا الألم عادة مرتبط بوجود حصوة ولكن هذه الحصوة سابتة أو غير متحركة بتؤدي إلى حاجة اسمها أوفرستريتش في الكابسول أو شد فيه الغطاء المحيط بالكلة فيبدأ المريض يحس بألم لو أن هذه الحصوة تحركت ودى التنزل في الحالب هتعمل مغس كالوي المغس ده بيجي المريض يشتكل تبعاً للمستوى أو المكان اللي هي فيه لو أن هذه الحصوة في حوض الكلة لسن يشتكل المريض من ألم في الزهر في منطقة اللي بنسميها منطقة يعني مكان الكلة في الزهر لو أن الحصوة دي تحركت في أعلى الحالب بتبدأ تسمع في المكان المقابل لها في البطن في البطن أمامياً يعني لو أن الحصوة تحركت ونزلت في الحالب من تحت بدأ تسمع تنزل معي إلى حد ما وصل ممكن تبقى العراض اللي جايلي بالمريض هو مجرد في حرقاً في البول تقطع في البول ألم في الأعضاء التنسلية بتاعته ده بيتشابه مع التهبات في المسانة ولكنه ممكن يكون حصوة صغيرة ونزلت في الحالب يعني أساس الأعراض وأساس الشكوى هي الألم لو المريض جاهب ألم وحضرتك كطبيب يعني شكية الألم دي ممكن تكون مصدرها الجهاز البولي عامة من سواء الكولاء أو الحالب بتتأكد من أن ده حصوة أن ده مشاكل أن الألم ده نتيجة مشاكل فيه الجهاز البولي زي الفحصات اللي بتعملها عشان تتأكد من هذا الموضوع أو تؤكد تشخيصك أنا عندي أكتر من وسيلة للتشخيص زي ما قلت حضرتك طبعاً من الفحص المريض نفسه بنقدر ندي تشخيص مبدأي إن كان تدي حصوة أو لا وبعدين بنأكد هذا التشخيص بكذا حاجة رقم واحد أنا ممكن أعمله تحليل بسيط جداً تست بسيط للبول تحليل بول ممكن ألاقي صديد ممكن ألاقي نسبة كرة دم حمراء فدي بتبقى مؤشرات لوجود إن كان في حصوة متحركة أو لا أو في التهاب أو في أي شيء نقطة تانية أبدأ أدخل على الأشعات أنا ممكن تست بسيط جداً بالصنار أقدر أبدأ أشوف في ارتجاع على الكلة الارتجاع ده بيبقى أحد الدلالات أن هناك انسداد في الحالة قد يكون الانسداد ده بسبب حصوة وقد يكون بسبب أسباب أخرى بقى أكد ده أننا ممكن نعمل المريض أشع عادية لو أن الحصوات دي نقولنا أنه في عامل اسمه كسافة الحصوة لو أن الحصوات دي ذات كسافة عالية بتبقى واضحة جداً جداً في الأشعات العادية لو أنها ذات كسافة قليلة بتبقى ديس بيسمها ريدي لوسنت أو شفافة لا تزرش الأشعة العادية فبنبدأ في ناس بتبدأ على طول بالأشعات المقطعية بتعددة المقاطع بحيث أنه هو يقدر ميزة الأشعات المقطعية لأنها تقدر تشخص كل الحصوات سواء كانت ذات كسافة عالية أو ذات كسافة قليلة وبالتالي هي بتحدد لي المكان والحجم والكسافة بعد ما حددنا كل ده يا دكتور سامح وتأكدنا من وجود الحصوات إزاي بتتعامل معها كأطباء مسالك بولية إمت بتبتدي بالعلاج الدوائي وإمت بتضطر للتدخل أو اتباع وسيلة أخرى غير العلاج الدوائي ده بالضبط بتحدد على نتيجة الأشعار الدامية ده معنى أن هناك الحصوات الصغيرة الحجم اللي هي من 3 إلى 5 مللي أحيانا كبير جدا دي ممكن يحصل لها استونتينيا سباستجي يعني تنزل ترتفعيا مع زيادة شرب السوائل والحركة والحاجات دي في بعض الحصوات اللي ممكن تسبب شوية قلب فبنلجأ للأدوية هستوقف في هذه النقطة يا دكتور سامح هدرك قلت الحصوات الصغيرة ده فكرني بتعبير بنسمعه من بعض الأشخاص بيقولوا رحنا للطبيب وقال لنا أنتو ما عندوكوش حصوات أنت عندوكو أملاح على الكلة هو في ناس بتقول رملة على الكرة رملة أو أملاح يعني في بعض الأشخاص بيقولوا كده وبعض الأشخاص بيقولوا كده هو حضرتك ده تعبير مجازي يعني الدكتور لما يكون عايز يقول للمريض أن انت عندك أملاح بنسبة عالية أو عندك يعني مؤشرات لأنها هتتكون حصوة فهم يقولوا رملة لأن حضرك عارفة أن حبيت رملة حجمها صغير يعني فهو ده تعبير مجازي هو مش مفيش حاجة مكتوبة في الكتب اسمها رملة على الكلا ولكن هذا تعبير دارج ما بيننا وبين بعض بحس أن يعبر المريض أن الموضوع فيه زيادة شوية فيها زي الحالة بتعالجوها زي هل لها أصلا علاج ولا والله إحنا بنتعامل مع الحاجات دي بالعلاج العادي جدا إن أنا ببدأ زي بقول لحضرك لو إحنا هنتتكلم على إنه المريض ما عندوش حصوات أنا بدي علاج العلاج ده الموسعات للحالب وعدوية لأملاح اللي عنده بحس أنها تعملها دي سيليوشن أو تزيبها أو تنزلها في البور طب لو أن هذا المريض عنده حصوة فأنا بحدد بروتوكول العلاج بتاعي بناء على زي ما قلت الحدثة حجم الحصوة مكانها الكسافة بتاعي نتكلم عن هذا البروتوكول بقى اه لو أنا عندي حصوة موجودة في خوض الكلا وهذه الحصوة حجمها صغير لا يزيد عن 2 سنطر نصر وهذه الحصوة كسافتها قليلة جداً هناك فيه أدوية بنديها هذه الأدوية بتغير من البي اتش بتاع البول بتاعنا اللي هو الحموضية أو القلوية بتاع بنغير من حموضية البول نخليه قلوي فتعمل إزابة لهذه الحصوات يعني بتعتمده في الحصوات الصغيرة يا دكتور سامح على الأدوية الحصوات الصغيرة الأدوية أخذت بالحضرتك بإذا لم تكن هذه الحصوات مسببة لمشاكل تستدعي أي تدخل أخر نتكلم بقى عن الحصوات التي تستدعي التدخل الأخر إيه هو صور التدخل الأخر دي أنا بعد ما بعمل أشعيتي بشوف لو أن هذه الحصوات مسببة انسداد في مثلا في الحالب أو في مدخل أو مدخل في بداية دخول الحصوة في الحالب أو في وسط الحالب أو حتى في نهاية الحالب مسببة ارتجاع على الكلا بدرجة يؤثر على نقول القشرة القشرة بتاع الكلا نفسها وفي نفس الوقت المسببة قلم والقلم ده مستمر لا يستجيب لي العيان أنا مش رسيب العيان تعبان عشان خاطر قعدة فأنا بحدد لو أنا هذه الحصوة في حضر كلا زي مولت لحضرتك وذات كسافة متوسطة ممكن ألجأ لي التفتيت الحصوة عن طريق موجات الصوتية ده جهاز اللي هو جهاز الإزول إكسترا كوروكولي شوكوري اللي هو بيعمل تفتيت ده بفتت له الحصوة ولو هي كسافة قليلة بديله هستوقفك عند جزئية التفتيت يا دكتور سامح التفتيت دوت حدرك قلت أنه بتستخدمه في حصوات معينة بيتعامل زي وقت هل زي ما حدرك قلت بيستخدم في أنواع معينة من الحصوات إيه هي الحصوات اللي بنلجأ لتفتيتها ولو المريض عنده أكتر من حصوة هل يصلح تفتيت كل هذه الحصوات حدرك أنا بحضرت بروتوكول الحصوات اللي مستحب بتفتيتها هي اللي متوسط كسفتها مثلا من 600 لألف هاوسفيلد وحجمها لا يزيد عن 2 سنتم ومصر والمفترض أنها يعني حصوة صغيرة غير متشعبة بحجم كبير مش موجودة جوه كاسة من كاسات الكلا ومقفول عليها يعني ممكن تبقى موجودة بحجم صغير وكل حاجة ولكن النك أو الرقبة بتاع الكاسة دي مقفولة فأنا هفتتها أو تفضل في مكانها تاني برد فأنا باخد قراري على هذا الأساس لو أن هذه الحصوة في حيز التفتيت بلجأ للتفتيت طب لو أنها ليست في حيز التفتيت عندي أوبشن آخر وهو المنزر الكلوي أن أقدر أدخل بطريقة معينة من خلال فتحة لا تتعدى الصنط ونص أو الصنط بدخل عن طريق المنزر الكلوي من خلال كاسة من الكاسات ديان على خوض الكلة وبدأ أحدد الحصوة وفتتها وخرجها وبالتالي الكلة بالنسبة اللي بتبقى خلصتها خلصتنا من الحصوة دكتور سامح على الرغم من التطور وزهور وسائل متعددة لعلاج الحصوات زي التفتيت والمنزر يظل التدخل الجراحي لو الفتح الجراحي مطروح على الاحتلاء علاج الحصوات زي ما حدرتك زكرت حرك إمتى بتلجأه للتدخل الجراحي التدخل الجراحي بنلجأ له فيه الحصوات العالية الكسافة المتشعبة اللي حجمها قد يصعب على المنزر تفتيته أو هيستهلك وقت كتير أو هيضر بالكلة لو استخدمنا هذا الوقت فبنلجأ للتدخل الجراحي اللي اخرجها للحصوات وإن شاء الله بإذن الله فيه صور لحصوات متشعبة كتير جدا جدا أنا أعرضها على السادة المشاهدين هيشوفوا أن الحصوات دي مستخرجة جراحية بأشكال مختلفة دي لا كان ينفع فيها المنزر ولا كان ينفع فيها الأدوية الدكتور سامحي النهاردة استعرضت لنا العديد من المعلومات القيمة بخصوص الحصوات اللي هي تعتبر مشكلة عند كثير من الناس نتمنى أن كل المعلومات تصل لكل مشاهدين وكل مشاهدين قناة صحتي وبنشكرك جدا جدا على هذا اللقاء الممتع والمعلومات القيمة شكرا لحضر أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بنشكر ديفنا ودفكو دكتور سامح عرفة استشاري المسالك البولية وبنشكرك على حسن المتابعة